لفضل هذا الدعاء فضل دعاء دايما نقول علي سيد الاستغفار سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا هو سيد الاستغفار الذي علمنا إياه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو دعاء جليل القدر كله اعتراف بين يدي الله عز وجل وعودة إلى حظيرة قدسه وعبوديته وطلب أن يعاملنا الله تعالى بما هو أهله لا بما نحل أهله فهو يعني جدير بهذه التسمية العظيمة سيد الاستغفار أوله اعتراف بالربوبية وإقرار بالألوهية اللهم أنت ربي انظر إلى هذا الجمال في المناجاة اللهم أنت ربي ألوهية وربوبية الألوهية ما يصدر منك توجها لمولاك والربوبية ما يربيك به وينعم عليك ويقدره سبحانه وتعالى رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إذن توحيد فأنا أوحدك وأشهد بأنك وحدك لا شريك لك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت مناجاة العبد لسيده مناجاة الفقير للغني مناجاة ذليل للعزيز والضعيف للقوي سبحانه وتعالى عرفت فيه في هذا الاستغفار عرفت نفسك بالانكسار فعرفته بالقوة والاقتدار والانتصار نعم سبحانه وتعالى أحسن أحسن ولذلك فهذه من أنواع المناجاة التي تعلم الإنسان خطاب الله وتعلمه مناجاته وتعرفه أنه كلما تذلل بين يدي مولاه كلما أعزه الله وكلما أخذ بيده وفي هذا يشير أهل الله إلى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمزاكين حكمها في الفقه أنها مصارف الزكاة الثمانية وفي الحقيقة وعند أهل الله أنك إذا انكسرت انتصرت لأنك أتصح وإذا افتقرت أغناك وأعطاك استشعر الفقر بين يدي الله فستكون أهلا للعطاء ومن عرف نفسه فقد عرف رب من خلال هذا المعنى لكن إذا كنت تشعر بالغنى فأنت لست من مستحق العطاء ولذلك كلما افتقر الإنسان بين يدي ربه كلما كان مؤهلا لتنزل العطايا والنفحات والبركات من عندي رب أهل الأرض والسماوات أمن يجيب المضطرة إذا دعاه فكن مضطرا دائما إلى ربك اسمح لي معاكم